من فقرات الاجتماع الذي عقد بمنزل العبادي قالبتم بمعالجات قانونية لنتائج الانتخابات غير الموضوعية كما وصفتمها هذه نقطة مثيرة وفي تفاصيلها تساؤلات كثيرة لو تطلعنا أكثر على قصدكم نعم سيد الكريم يعني ليلة أمس كان هناك اجتماع تشاور مهم في منزل السيد العبادي ضم الرئاسات الثلاث إضافة إلى قوى الإطار التنسيقي للتداول والخروج بكيفية الخروج من هذه الأزمة السياسية الخانقة سواء على مستوى الأحداث الأخيرة أو على مستوى نتائج الانتخابات وأخرجت بثلاث نقاط رئيسية كان هي إدانة استهداف السيد الكاظمي وإدانة أيضا ضرب المتظاهرين وأيضا يعني البحث عن حلول لمخرج سياسي جراء النتائج الأخيرة لأفرزتها المفوضية أما فيما يخص سؤالك سيد الكريم حول يعني هناك نتائج من المفوضية وعدم الشفافية وكان هناك حالة من الإرباك لدى المفوضية خاصة في اليوم الثاني عندما أعلنوا النتائج وبالتالي كان هناك استفسار من اتلاف قوة الدولة الوطنية إلى المفوضية وموجه أيضا إلى السيدة إبلاس خارت لم تجبنا المفوضية على العديد من النقاط المثارة في هذا الموضوع إلى حد الآن ومن هذه النقاط هناك أجهزة تم يعني أعطاها هدية إلى المفوضية من قبل المتحدة وهي عبارة عن حواسيب وهذه الحواسيب هي من فيها الجداول وفيها العمليات الحسابية لاحتساب الأصوات لم يتم فحصها من قبل الشركة الفاحصة المتبنية لهذا الموضوع إضافة إلى هناك حوالي 900 ألف صوت أو أكثر باستمارات صحيحة وغير باطلة يعني الكثير منها لم يتم قبولها من قبل الأجهزة ولم يتم احتسابها كأصوات للمرشحين وهي أصوات ناخبين صحيحة إضافة إلى هناك يعني أكثر من 3600 جهاز عطل في الفترة الصباحية ولم يتم يعني عطل في آن واحد تقريبا في الفترة الصباحية أستشف من كلامك أنك أجبت على نتائج الانتخابات غير الموضوع ألا هناك ما المعالجات القانونية التي قصتهم نعم هذا ما نقصد به إنهم يعني صراحة اليوم يجب تفضح سيد الكريم اليوم هي ليست مسألة حساب مقاعد خسارة مقعد أو الفوز مقعد ليس هكذا الموضوع اليوم هي عملية ثقة بالمفوضية أم عدم وجود الثقة يعني في حال إعطاء إجابات صحيحة وشفافة من قبل المفوضية لغرض إقناعنا وإقناع الشارع المتظاهر هذا نصر للمفوضية ونصر للعملية السياسية التي دعينا لها وإنت تعلم سيد الكريم التلاف النصر أول من دعا إلى الانتخابات المبكرة أما في حالة عدم إجابتنا وإصرار المفوضية على أن هذه النتائج نتائج حقيقية تبقى شكوك لدى المفوضية ويعني باتجاه المفوضية وهذه الشكوك أكيد تكون عامة لدى المعترضين وغير المعترضين وبالتالي سوف يكون هناك عدم ثقة بالمفوضية وعدم ثقة بالنتائج وهذه النتائج سوف تخرج لنا البرلمان وتخرج لنا الرئاسات الثلاث إذن لا توجد ثقة في الحكومة القادمة والبرلمان القادم وقد يحصل المحذور مثل ما حصل في عام 2018 عندما لم تكن هناك ثقة بالمفوضية وبالنتائج وبالتالي خرجت الجماهير وأسقطت الحكومة وأسقطت قانون انتخابات والمفوضية أيضا وهناك من ينادي إذا أسرت المفوضية بنفس الاتجاه قد تكون هكذا يعني تخرج الجماهير وتسقط الحكومة القادمة وهناك أيضا من ينادي من داخل الإطار التنسيقي سيد الكريم هناك من ينادي من داخل الإطار التنسيقي بإلغاء الانتخابات أين تقفون أنتم كأتلاف نصر؟ يعني أعتقد موضوعة إلغاء الانتخابات هذا متروك يعني مداولت بين القوى السياسية وبين المفوضية وبين الرئاسات الثلاث وأنا أعتقد موضوعة إلغاء نتائج الانتخابات صعب يعني هناك العديد من القوى الدولية والعربية ودول الجوار رحبوا بهذه النتاج إذن هناك مقبولية خارجية تم اقتراح من قبل قوى الإطار التنسيقي على المفوضية أن يكون هناك عدوى فرز لألفين محطة يدوي يتم اختيارها بشكل عشوائي من خلال كل النتائج الموجودة في العراق إذا كانت هذه نتائج العدوى الفرز اليدوي موجود داخل هذه الصناديق مطابق يدويا وألكترونيا سوف نسلم ونقول أن هذه الانتخابات صحيحة لكن رفضت المفوضية وبشكل قاطع وهذا الرفض أيضا يضع علامات استفهام ليس من حق المفوضية أن تعترض على هكذا مقترح يحل الأزمة السياسية ونحن نعتقد في إتلاف النصر أن هذا الاعتراض هو اعتراض سياسي طيب ما دخل المفوضية بالاعتراض السياسي المفروض كان عليها أن تستجيب لمثل هذا الطلب وتحل المشكلة هذا أيضا يثير أكثر من علامة استفهام ربما يوجد شيء في المفوضية لذلك على المفوضية اليوم وهي أعتقد اليوم هي المسؤولة أمام الشعب العراقي وأمام الله سبحانه وتعالى وعليه مسؤولية كبيرة وثقيلة ومسؤولية وطنية نحن لا نطعن بها ربما يكون هناك خلل ربما يكون هناك خطأ متعمد أو غير متعمد من جهة أو من جزء من المفوضية على المفوضية اليوم أن تخرج ببيان واضح وشفاف وتجيب على كل التساؤلات من أجل إقناع الشارع العراقي ولو طمئنان إلى هذه النتائج وبالتالي تذهب القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة واعتماد هذه النتائج أما بقاء إصرار المفوضية بهذه الطريقة أن يعتقد غير صحيح وغير منتج وقد يجرنا إلى أمور غير صحيحة لكن الآن هناك ممارسات للضغط على مفوضية الانتخابات وإشارات لمقاطعة تشكيل الحكومة وهي متكررة بشكل كبير في الآونة الأخيرة هذا يعني أننا سائرون نحو حكومة الأغلبية وأن عرف التوافقية سيكسر هذه المرة لا أعتقد اليوم توجد فرصة للأغلبية السياسية والمعارضة السياسية بسبب ما أفرزته المفوضية من نتائج هي غير قابلة للمعارضة إضافة إلى هناك اليوم تحالفات اليوم القوة الكردية يعني هناك اتفاق سوف تدخل بكتلة واحدة من أجل مفاوضة الكتلة الأخرى كذلك بين الأخوة السنة فيما يخص تقدم وعزم يعني هناك مفاوضات سوف يدخلون بكتلة واحدة إذن هل المعارضة وحكومة الأغلبية تقتصر على المجموعة الشيعية هذا غير صحيح أنا أعتقد هذا نوع من الإقصاء السياسي لبعض الجهات السياسية كان هذا ممكن تكون الأغلبية في انتخابات عام 2018 عندما كان جزء من السنة وجزء من الكرد وجزء من الشيعة في كتلة والجزء الآخر أيضا في كتلة آخر مثل ما حصل بالبناء والإعمار كذلك الأصلاح كان ممكن أن تكون هناك اليوم لو جزء من السنة لم يدخل في المفاوضات ولم يدخل في الحكومة وجزء من الكرد أيضا في بعض القوى السياسية وجزء من الشيعة ممكن أن تكون حكومة أغلبية وحكومة معارضة لكن إلى الآن لم نرى في الإفق مثل هذا الموضوع وهناك نية لأغلب الكتلة السياسية أن تدخل موحدة وبالتالي هذا يقضي على أمل الأغلبية والمعارضة نحن نعتقد سوف نذهب باتجاه حكومة تفاهمية أن يتفاهم القوى السياسية على عديد من القضايا المختلف عليها وأهمها هو اليوم موضوعة نتائج الانتخابات موضوعة تواجد القوات الأمريكية الموقف من الحجد الشعبي في المرحلة القادمة الموقف من المناطق المتنازع عليها أعتقد هذه أمور جدنية ويجب التفاهم عليها شكرا جزيلا عقيلة الأرداني وعضو تلاف النصر على هذه المداخلة